دكتور شكرا على قبول دعوة أيضا مرحبا مجددا في البرنامج الله يسلمك يعطيكم صحة الاستضافة سي تجيرا فيك يعني هذه الأمانة دكتور غير نعيط لك تقول لي أكيد رح نجي وهذا لخدمة المواطنية يعطيك صحة على هذا المستوى تعالى شكرا جزيلا لك دكتور بوعبيد اليوم نتكلم حول ألم أو الكسور توقفنا عن الحديث عن الألم اليوم ندخل في أشياء جادة نوع الماء وهي الكثور التي تصيب العظام ما هي الكثور هادي وكيفاش نقدر نعرفوها دكتور الكثور نقسموها النوعين مقاين الكsectور المغلقة والكثور المفتوحة كيف يفهمون المواطنين ما يعني كثور مغلقة وما يعني كثور المفتوحة الكثور المفتوحة كيكون كسر ويسبب جرح الكثور هذا كيسبب جرح في منطقة الكثور هذا خطر كبير على الكسر يكون مغلوك يكون الكسر لا تكون مفتوحة هذا نقدر تلات منتاعه مشي إرجان كما واحد يكون عنده كسر ويكون مفتوح هذه النوعين الكسر اللي يكاين الأسباب دكتور لأكيد أن الأسباب ستتعدد وفي الأخير يوقع أنه كسر في الأرض هي الأسباب ما كاش حاجة كبيرة تحت الأسباب هي أسباب 90% من الكسر حتى 95% من الكسر صدمت صدمت سوى أكسيدون أكسيدون سيارة ويكون داخل سيارة ويديه أكسيدون أو واحد أكتيفيته سبورتيه يتصرى له صدمة في الركبة في الفلاشوفي وكلش يقدر يسبب كسر وخمسة بالمئة من الكسر اللي يكونوا في هشاشة العظم كيكون العظم فراجيل صرته عند المسنين وإحنا الكسر يكون إرجانس بزاف كيكون واحد كبير في السن ويطاح يتكسر في منطقة الحوض ولا منطقة الظهر الكسر يشكل خطورة على الحياة هذا تؤدي الشلل منطقة الحوض هنا؟ منطقة الظهر اللي تقدر تؤدي للشلل وهذا كسر اللي يؤدي خاطر على الحياة على الحياة تعل الإنسان هو الكسر وغيرا ما يحيش هي لبرونستيك فيطال ما يؤديش خطورة على الحياة ندخل قليلا في تشريح العظم بما أنك مختص في العظم الضطور يعني كاين بشكل بسيط جدا بسطوهم بدون ما دخلوا في الأسماء يعني كاين الأعظام الكبيرة وكاين الأعظام صغيرة الكسر التي تصيب الأعظام الصغيرة هل هي أخطر من الكسر اللي تصيب الأعظام الكبيرة؟ شوف خطر الكسر في العظم هو العظم اللي يكون الفسكولاريزازيون تاعه يستدير الدم اللي ينحق له يكون قليل هذا العظم نلقاه صعوبات في الكنسوليدازيون تاعه إلى أملامة الكسر نعطيك مثال صغير كاين عظمة اللي هنا لسكافويت في البوانيه هذه العظمات طول باشتبرها تلحق حتى ربع شهور خمس شهور باشتبرها أعلى على جل الدم ما يلحق لها شبية من العظم اللي يكونوا مغطيين بليميسك استدير يكونوا مغلفين مغلفين بالعضلات يلحق لهم كمية تعدم تكون مليحة اللي تقدر يدخل لها الكالسيوم ويدخل لها العظم اللي تكون اللي تكون مغلفين لم نمت الكسر وعلاج الكسر يعني لو نتكلموا على أكثر الكسور خطورة في جسم الإنسان يعني لو نروحوا من البسيط إلى الأسوأ والخطير من البسيط يعني الكسور في اليد في القدم هذا الكسور يعني روتينية بسيطة تعالج تعالج بالجبس نقدروا حتى نديروا الجبس نعبش نعالجوها وما تطورش مدة الجبس فيهم نقول له الكسور الخطيرة الأخطر كسور هي منطقة الظهر الرقبة لماذا الظهر هنا دكتور؟ عجل الرقبة يجوز أنه خح شوكي الرقبة تقدر تتمدنها يمباراليزي تعالي ممبر هذي اللي خافوا الأخر وستوينيرجنس تيرابيتيك كسور رقبة وكسور ضهر بش ما ننساشها هي ست سوائع لابريزون شارجة المريض تكون في ست سوائع تقدر تسرى شالل يكون ديفينيتيف استادير دائم شالل يقدر يسببه شالل دائم كسور رقبة وكسور يعني ما تسهلوش معها اللي عنده كسر في رقبة تاعه وشفنا عنده أربما حالة سيئة في رقبة تاعه ديركت ويمون المستشفى ديركت ويمون المستشفى ولازم نعرفوا كيف نرفضه تاني من أجل تاني لازم نخلوه يكون اكسيدون سيركولاسيون ولا يتكون ألم في الرقبة ونخلوه رجال حماية مدنية من أجل نشوفهم نشوفهم من عندك في الأطورات الناس تدخل بنيتها يعني باش تنقض الانسان اللي يكون في السيارة بخص النية لازم يعرفوا ولازم يكونوا ناس مختصين لي يرفضوا المارض عادي نوريلك باش هي ستسوايع في الكوصور الرقبة وكوصور الضهر والكوصور المفتوحة تاني باش ما ننساش كوصور مفتوحة كنت سأسأل حول الكوصور المفتوحة والدم هذا اللي يخرج يعني الكوصور المفتوحة هي تكسر العدم ويخرج للجلد يخرج للجلد هي دوغون 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 صدير العدم هو اللي يتقبل الجلد ويخرج ولا الصدمة هذيك تدرنا جرح في الجلد هذي تاني لأفريزن شاش تحا ستتساعت ستتساعت على هذي يليا انفكشون أسوس اللي يقدر يكون عندنا التهاب العدم وهذا التهاب العدم وهذا التهاب العدم كي احنا المريض كي يكون عنده التهاب العدم صعيب الدواء تعالى لأفريزن شاش تكون بريكوس أعتقد أنها أخطر أنواع الكوصور هي هذو هم الكوصور الظهر الرقبة والكوصور المفتوحة هي اللي تطلب قبل الستسوع الألام دكتور من في بعض الحالات الاستثنائية المرأة الحامل أيضا كنساء حوامل كي تكسروا من مستوى الحوض على ما أعتقد أنه يقع لهم أيضا فوسكوش كما نقولوا وهي ترمل جانين تها ما هي تدعياتها من غير ذلك على صحتها أيضا تدعياتها ترسد وزن بزن مرأة الحامل تتكسر على مستوى الحوض هذه أسئلة تصل إلى فريق الإعداد أيضا ما هي التدعيات كما نقولوا احنا ما بعد الكسر وش يقع لها المرأة الحاملة وشينا تروماتيزة المرأة كي تكون حامل يجينا صعيب قبل ثلاث أشهر ثلاث أشهر ثم ما نقدرش نديروا الفحص بالأشعة عجل تكون خطر على الجانين ولا استلزم الأمر نديروا تم الفحص بالأشعة أشهر هي جنرال على المولود على الجانين كي يكون في الكرش ما تكونش خطيرة بزار ما تكونش خطيرة ما كي يكون كسر ولا استدار الصدمة تكون كبيرة ثم نعالجوها كيف كيف نعالجو كما نعالجو واحد يعني بشكل عادي ما عندهاش تدعيات بعد الحمل بعد ما تضع للجانين ما عندهاش تدعيات تعيش حياتها بشكل طبيعي تعيش حياتها بشكل طبيعي نعم بيانسورة كين دي مالفورمسيون لا كين صدمات يتعرض لها الجانين أعتقد دكتور أنه كي يطيح هذه المرأة قدر الجانين يتأثر بالصدمة ما يكونش تأثر من عندك نديروا ديزيكوغرافي يعني ما يكونش تأثر كبيرة جره محمي بيان في البصان تعل مرأة الجانين يعني إحنا رأينا نقول لك في حادثة صراط فريق الإعداد ينقل لي هذه الحادثة باعتبار أنهم تصوبي مشاهدين هذه الحادثة صراط للشخص معين هي إمرأة حامل في حادث سيارة يعني فقدت الجانين تحها والكسر كان في الحوض تقول لي طاوس بن عمارة إصابة كانت خطيرة تقولها هذه السيدة هي تسأل حول مستقبلها يعني هل هناك تدعيات خاصة على الولادة يا حبت تشوف إلى تقدر تفدوا فكيكون في الحوض الكسر في منطقة الحوض نديروا الجراحة تعنا ما يكون حتى تدعيات على الولادة تقدر تدعيات على الولادة هي اللي يكونوا تدعيات على الولادة اللي عندهم لي مال فورماسيون تاع الباصة تشوهات في الباصة كيكون تشوه في الباصة عند المرأة الحمل يجيها صعب وطريقة الإجدياد الكوشمون كيف هيكون هي اللي تجي صعبة لا تجيش ماشي صعبة الكوشمون ليجي صعب عجل يكون دي فورماسون تاع الحوض ثم نروحوا العملية القيصارية لسيزاريان ثم نروحوا العملية القيصارية لسيزاريان ونسلكوا الجنين هذا ونقولوا سورة المرأة الحامل كيكون قصر في الظهر كيكون قصر في الظهر يتطلب لها ترقود تلتشهور من عندك لازم تكون في الفراش تلتشهور ثم تكون خطورة على شوية على الحياة تاع المرأة تاع الأم اللي تكون خطورة لهم أتمنى السلامة لكل نساء الحرامة وأيضا نساء المكثات في البيوت لأنهم يقوموا بعمل جبار وقد يتعرضوا فيه للكسور المختلفة يعني حتى تصلنا الكثير من الاتصالات الهاتفية اللي بالمناسبة نذكر المشاهدين أنهم يمكنهم الاتصال والفوق دكتور على فكرة هم يفوق أيضا يمكنكم الاتصال على هواية مباشرة للمشاهدين مع الدكتور رياض بوعبيد الخصائي في أمراض العظام وطرح أسئلتكم رقم الهاتف 0-23-71-98-68 إذن رقم الهاتف 0-23-71-98-68 نواصل الحديث حول الكسور الدكتور وعن الأعراض هنا الكثير يتألم يكون ألم شديد كأن يروح أيضا للتأويلات يقول له إلى تقييت أكرمكم الله عفاكم الله وحشاكم كما نقوله قلتها لكم بكل اليوغة يعني كي يتقيه يقول له باللي رأوا عندك كسر صح 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 سيفري كان يجوا عندنا مرضى في الكنسلطسون يقول لك كي تقول له وراء يدلوا الأشعة وكلش تقول له وراء وعندك كسر المريض يجاوبك يقول لك ما بصح ما تقييتش كيف أن يكسر صح هذه هي شوف كل واحد عنده درجة تحمل الألم كل مريض ودرجة تحمل تعلق الألم كان ألم صغير ما يتحملوش وش يصرى الريفلكس تعلق كورتنا الريفلكس هذا يجي بدي فوميسمو يختلف من شخص إلى شخص يختلف من شخص إلى شخص نأخذ أول اتصال دكتور لأنه الاتصالات كثيفة وغفيرة كما قلوا على حصة شرق مورنينج وعلى فقرة طب بالتحديد ألو صباح الخير السلام عليكم مرحبا سيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل عندك سؤال هو الله يرضي عليك عندي سؤال مرحبا بك والدتي كان عندها كسر في أسفل الأجرام ما نش اسمع فقط تذكرني بالآسم ومن تصل بنا سيدي محمد من وران مرحبا بك سيد محمد عندك سؤال في الموضوع مرحبا أنت معنا سيدي محمد تفضل عندك سؤال تمدول الطبيب تفضل قلت لك يا هلتارا الكسر تعادق تلائم نورمال العظام من الزوج تسروا فيبيا والتيروني على مستوى ومكان على مستوى فوق الكعبة فوق فوق جونو فوق الكعبة لا تحت الجونو تحت الجونو في تيبيا لا تحت الجونو لا تحت الجونو مرحبا أنت رك تسأل على هذا الأسكر نقدم بسؤال ما عليش نقدموه ونجاوبه على السيد محمد يتساءل حول تداعيات ما بعد الكسر بعد الشفاء على الكسر هي بعد التئام الكسر ما كان حتى تداعيات خلاص يتأمن الكسر المريض يعود يتساءل المريض يتساءل 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 الكورت القدم بما أنه يسأل حول ذلك الكورت القدم يتساءل يتساءل التئام الكسر يتساءل ثم يتساءل يتساءل ويتساءل حول الجبس يتساءل تسائل لأنه كان تضيف المفاصل الذي كانوا في الجبس ثم يتساءل الآخر حول يتساءل حول الجبس إذن ماذا يقول الكسر بعدها صعيبة هذا كلها معلومات مسوية وهو كائن كسر وهو حول في بلاسما. مع سعبة صعبة هي لازم تسوي في تاع الفركتور تاكي كون الماريض سوي في تاعه لازم يكون مليح. المواندر دي بلاسما لازم منكوريجيه. ومبات كي تبرى الكسر في المنطقة تاعه في لديكسون تاعه تماما كان حتى خطر. كان حتى خطر على الحياة تاعه ويوالف في الحياة تاعه ونرمال. اخذ اتصال لاخر الدكتور لاثراء النقاشات وايضا بعد قليل سنتكلم عن العلاج انو العلاج مهم جدا وكيفية تكفل بالمريض. اهلو صباح الخير. اهلو صباح الخير. مرحبا بيك سيداتي شكون تصليبينه ومن وين. ناسيما من بومرداد. مرحبا بيك سيدة ناسيما عندك سؤال في الموضوع. طبعا اه الله هذه علي السلام عليكم. صباح الخير حبيب. صباح الخير. صباح النور. اه. احبط ان تسوق سيك على 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 مستوى عملية دالو لبروش. اللسفة اموان حيتها. كين حيت هادوكا كما قلو فهو كانو عندي يضروف بزر ولكن حيث هادوك سفي اي موى ما زر عندي استر اسكو سي نرمال ولا ها اسكو سي لازم ندير اذكره في الاردوكاسيون ولا ما قدرتش نر الالم عندك في منطقة الفاخدة هكذا عجيز تنفير الالم اللي يرام عندك اسكو الالم عضلي ولا الالم الالم في الركبة رجل كامل هذي كنحس باللي يرجلي هكذا سيدتي طبيب يسأل فيك على الالم قال لك اسكو رأي في الركبة او في كل الساق لا لا تسأل فوق في الكسر بالذات وانتسألي الكسر واختشت الالم طوال اليوم ولا كيتمشي من هذه البلاكة لكن كل قوهات كثرت الداخل قولي لي برك سيدة ناسيمة اشكو كيتمشي تجيك الالم ولا كيتكوني قاعدة في جميع الحالات فوقين مشي فوقين قاعدة جيني هذه الحالة اللي راي عندك على حسب وش هدرنا ما نقدوش نديروك تشخيص نقدروا ننصحوك وكلش هذه الحالة اللي راي عندك أبريل فتحة اللي صرت اللي صرت في العضلات تاعك باش نحاول البلاكة وكلش يكملوا الالم شوية المدة صغيرة تقدر يتخدموا سكينات وتعاودي تشوفي طبيب الجراح اللي دلك العملية هي تكلمت سيدة ناسيمة على نقطة مهمة جدا طرفت انتباهي لها المشرفة طاوس هي حول البلاكة هذي هل البلاكة نحوها لها كيتكسرت ولا كالازم نحيوها لها هل البلاكوт يطاق الجدود مستمرون퍼 تكسروا طفايات نحيوها هي تاهدون يبقون عادي نظلم تفعاو هم نذارة الماتريات لبلد غيور المنزل نقدر نذارها المريض يطاق نفس لهم مه مهي أعاد لا جسم الغريب ناور لا كدب otima عملية المريض. كيف سنحن نحو البلاك هذيك وكلش. وليس سيكون عملية تخدير موضيعي أو يونانستيزي جنرال أو يونانستيزي لوكال. إذن نحن ننسيون عملية المريض. وخطورة تعلانستيزي وكلش. وليس ستأطر على العظم تعول على الحياة حياة اليومية. هل تتكسر؟ لا تتكسر جينات المريض. كان عظمة تحت الجلد. لا يوجد مغلفة. العظم تعالفوني أو العظم تعالفوني. كدعامة. يمكن أن يتوشي هذا المريض. تغليف عضلي. لا يمكن أن يتوشي لديها حياة عادية. يدعامة فقط. تولي ما توليش كشيء مهم للعضلة. لأن العدواء رح يلتائم مع الوقت. حيلتائم مع الاخر. وتولي كمان مغلفة بليم يشكلوا العضلة. لماذا لا ينحوهاش دكتور؟ لأن هذا فؤال مهم جدا. أعتقد. لكم فهمك. على ما ننحوهاش على الجل درك عملية. مريض. نوجد عملية عندها صحيحة. وعد عملية. ما نحوه براكة ولا. عملية. 60 أولي. 60 أولي. ومعنا ما تأثر شغلوها لها. ما تأثر شغلوها لها. نديروا حياة المريض في خطر. صح نجاوبه سيدة ناسيما. أنا أعلم هي تتسائل. تقول لك عندي ألم. بكل الحالات. سواء أنت مشاولة قاعدة. عندي هذا الألم. هذا الألم نتيجة ماذا دكتور؟ أعلم سمعت كي قالت عندها شهر من لدارة العملية. عندها. شهر شهر. من اللي نحط لأبلاك. سمعت. يعني. هي عندها 17 سنة من لدارة. لأبلاك. وعندها شهر من اللي نحطها على جل تكسرت. أفهمتها مليح. درك الألم هادو عادي. يقدروا يكونوا أبري عملية سيرتو. عملية الفاخد. الفرق تيركي تكون في الفاخد في ميرو وكلش. ستكون كبيرة. نعاود ونفتحوها على خواهد. لنعاودو. هادي ألم تعالجرح. ألم تعالجرح. ألم تعالجرح. ألم تعالجرح. يعطيوها ديكالمون. تقدر مسكينات وكلش. يعني. على الحسب ما هوش تشخيص. رحي. لأنه تشخيص ما ما نشخصوش. الهدف هو أنه نقدمو لهم بعض نصائح. نقدروا نعطوها نصائح وكلش. وعلى حسب وش هادرت. نقدروا نقولو باللي. على الفتحات الجراحية اللي عندها. يعني. تجرى عندك الأجوبة دكتور. للمرضى اللي يحبوك بالمناسبة في هذه الفتحات. نذهب للعلاج. لأنه العلاج الدوائي مهم جدا. أي واحد جميع من يتكسر يقول لك لازم نضيفه بلاتخ. لكن الآلام هذه عندها مشكل كبير تحدث بشكل دائم. تحدث عفوا بشكل دائم. وشنو هما المسكينات اللي تصفوها المريض هنا. شوف يعني. يعني. صح الآلام. بس كاي نشرب باراستامو. مجرد أنه يدفو جاست. يتألم شوية. رح شرب باراستامو الوحده. يعني. هي آلام تعالكسر. آلام. آلام عظيمة يعني. يعني. الفركتور. إيمانس. يا دولار تعالفركتور. رب يكون مع المرض ان شاء الله. مي... هي. مي... 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 يعني. نحكي. كي طح يتكسر المريق. مي... مي... لفركتور. ينديرو لها الجبس ولا نديرو لها الجراحة. الألام ينقص بواحد تسعين بالمئة. يبقى عشرة بالمئة هديك. تعالى النظام برمير سومان. حكم به الأدوية. نقدرون نتحكموه بالأدوية. هي. هي الكسر لازم يتلايم يا بالجبس يا بالجراحة ربيد موت لازم يتلايم دكتورة لو ندخل نتكلم عن التقنيات المستخدمة في الجراحة هنا رح نطولوا شوية لكن أكيد أنكم كأطيبات جزائريين رحكم تمتلكوا أحدث التقنيات الحديثة وتتكونوا أيضا بشكل دوري في الأجهزة هذه تعال الجراحة يعني الجراحة لازم تجور تكونوا ديفورماسيون يعني أنا نظر لك على التكوين وهم يشيروا لي في الإعداد أنك جيت من تكوين أيضا لازم تجور تكون ديفورماسيون لازم تكون أجور على الجلد كل شهر ولا كل نهار كل يوم تكون تقنية جديدة وتكون حاجة جديدة لازم الواحد يتأقلم مع التقنيات الجديدة نولي الدواء تلك مساكنات الألم فقط جاوبنا على مساكنات الألم لأنه كم نتكلموا على الدواءات كم نرحو شريوها الدكتور تكلموا فقط على مساكنات الألم بشكل عشوائي الدكتور ماشي ملحة بيانسير لازم تجور استشارة طبيب الدواء قاعد مضر للصحة كما يقدر ينحينا الأخير من مضر فايزهم في الإليميناسيون تعدوها براسيطة مورة يمضر للكابت الفولتارات يمضر للكيلة هادو قاعد مضرين مساكنات مضرين لازم يتبعوا الإرشادات تحت الطبيب قال الطبيب قال لك شرب حبة أو لازوتش كان يلي يشرب 4-5 سح سح الله يحسن العون تحت المريض كي يكون بالألم وكلش يحاوز بركة تروح له الألم بصح الكسور تتكفل بها المستشفيات بشكل سريع جدا يعني مش كما بقية الأمراض الأخرى يعني روح ديغاكتوب ويدخل ما يتطلقش أنه ياخد رانديو ما تقدرش ما تكفلش به الكسور عزة الكسور بحيات المستشفيات ناخد آخر اتصال دكتور نختمو به لأنه الاتصال كثيرة ألو صباح الخير ألو صباح الخير من معي؟ ألو صباح الخير سلام عليكم وعليكم سلام سيدي شكنت أصل بنا من وين؟ واطي فقط سو التلفزيون سمعني من الهاتف وتكون اتصال يعني جاي علو سباح الخير تفضل معنا سيدي علو السلام عليكم عليكم السلام تفضل شكول معنا ومن وين تصل بنا عواري من أم البواقي نقص بركس والتلفزيون راح أذر أني من أخدش المكالمة لأنه الصوت راوي تعاود وذلك يؤثر على جودة الاتصال نقص بركس في التلفزيون إذن علو تفضل معنا السلام عليكم وعليكم السلام كون معي ومن وين تصل بنا سيد هواري من أم البواقي مرحبا بك سيد هواري عندك سؤال في الموضوع هواري من أم البواقي أطبيب عندي لك سر في المشطن تارجل عندي الكسر في المشطن تارجل سوف يتنفق عليه على أحسن ركبك سوف نجاوبك سيد هواري شكرا جزيلا لك على اتصالك ووفاك اللي البرنامج بقى معنا بشتوف الجواب يعني هو يتسائل حول الألم راح يوقتشح يحبس هذا الألم على التصوى الجبس اللي دارو دار مدة طويلة خمسة وربعين يوم والرجل اللي في الجبس تكون طويلة على حسابه وشفهمت يصرانو انتفاخ هنا تخل فيه سندروم ألقو ديستروفيك صرانو انتفاخ أبريما نحى الجبس هادو حالات يصرانونا بزاف كيكون مدة الجبس تكون طويلة مضاعفات مضاعفات تاع الجبس هادو هما كي تكون طويلة ديباس بكي ترانة جوار كارونة سنك جوار تاع الجبس ما هو يتحمل مسؤولية ماشي هو لا لا لازم حمله المسؤولي دكتور لانه المريض لازم يعرف وقتشي نحي الجبس والطبيب دازم يخبر المريض مريض مقدرش يعرف طبيب يقوله طبيب هو ليعطي له الربو تعلق الم viجل وقتش يجي ويفهم وقتشي نحي الجبس مريض مقدرش يداسي acknowledge that the decor دكتور يكتب له فيه ويلونه رأي يلمي لك شخص هنا نعمل بلاريزين بزافة بلاريزين سيبون دورك أصبح كلاسيكي وما يقدرش المريطاني يتحمله حتى الأغيزين طريقة نزحات تكون خفيفة مقارنة تكون خفيفة وما يكونش تاقيل كمال جبس دورك حرارة اللي رايسة وربعين درجة وواحد اللي دير جبس فلاجون بتاعه رافت حيط معاك شكرا جزيلا لك دكتور نظرا للوقت دكتور بوعبيد أستغل هاد الفرصة بش نشكرك خليلك كلمة دني خيتامي متخاش نشكرك دكتور على الوفاة عك للبرنامج وفقرة طيب خليلك كلمة خيتامي نزيد حاجة برك الكوصور برك ما تكلمت عليها عندنا بزاف حالة هادو اللي يعطل التئام الكسر التدخين التدخين يعطل التئام ما يجبرش العظم نرابيد سيرتو عند المدخينين لو ننصح المدخينين يحبسوا التدخين سيرتو كيكونوا كوصورا طوال عام أفضل طوال عام كيكون كسر لازم يحبسوا الله يسلمك عطيكم سحب على كل هذه المعلومات